الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ محمد بن راشد المكتوم النائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس وزراء حاكم إمارات الدوائية وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد على ما يجمع البلدين وشعبيهم الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير المشترك وأعرب عن تقديره واعتزازه بجهود الشيخ محمد بن راشد الدعمة لمصر والتي ترسخ أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين من جانبه أعرب بن راشد عن الامتنان لرئيس السيسي والشعب المصري على حفاوة الاستقبال مؤكدا على ما تحظى به مصر وشعبيها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي ومثمنا دور مصر المحوري في الدفاع عن القضايا العربية وأشهد أيضا بمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلية والدولية أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود الوكالة الجامعية للفرانكوفونية مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون مع كافة الأجهزة التابعة للمنظمة لدعم أمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة وخلال استقباله عميد الوكالة الجامعية للفرانكوفونية سليم خلبوس أشهر الرئيس السيسي إلى الأهمية القصوى التي توليها مصر للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة أساسية داعمة للدولة في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف والغايات من جانبه وجه عميد الوكالة الجامعية للفرانكوفونية الشكر لمصر على دعمها التاريخي للمنظمة مؤكدا حرص الوكالة الجامعية على توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز التقارب مع مصر ويأتي ذلك فيما شهد اللقاء استعراضا لأوجه التعاون بين مصر والوكالة الجامعية خاصة ما يتعلق بجماعة جول للتنمية في إفريقيا أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشار الألماني أولاف شولتس اتفق في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك على مواصلة دعم أوكرانيا والضغط على روسيا وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن رئيسي الحكومتين تبدل الأراء حول الوضع في أوكرانيا موضحا أنهما اتفق على مواصلة تقديم الدعم الشامل لأوكرانيا في وجه العملية العسكرية الروسية ومواصلة الضغط على روسيا بهدف وقف العمليات القتالية فورا وأضف المتحدث أن شولتس دعى نظيره البريطانية للتعاون البناء مع الاتحاد الأوروبي قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن نتائج الانتخابات النصفية القادمة للكونغرس لن تؤثر مبدئيا على الدعم الأمريكي لأوكرانيا وأكد بلينكين في حديث لقناة كندية أن الجمهوريين والديمقراطيين مصممون على دعم أوكرانيا وشدد وزير الخارجية الأمريكية على أنه لا يتوقع تغييرا جذريا في دعم بلاده لكييف قال الزعيم الشيشاني رمضان قدروف أن ثلاثة وعشرين من جنوده قتلوا وأصيب ثمانية وخمسون أخرون في هجوم بالمدفعية الأوكرانية هذا الأسبوع وقال قدروف في بيان له نشر على تطبيق تيليجرام أن الحادثة وقع في منطقة خريسون الجنوبية يوجه الزمالك اليوم الأهلي على استدهى الزعب زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات على لقب كأس السوبر المصري ويسعى الزمالك للفوز باللقاء لمواصلة التتويج بالبطولات بعدما حصل لقبي الدوري والكأس ويأمل في تحقيق ثلاثية تاريخية فيما يطمح الأهلي لحصد اللقب والعودة إلى منصات التتويج المحلية من جديد وتحقيق انطلاقة قوية خلال الموسم الحالي انتهى مجاز الثامنة وعودة الاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل